اشتركوا في القناة القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله محمد وعليه محمد وعليه 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 ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين نتقدم باسمكم جميعا إلى ساحة القداسة والعصمة إلى مولانا وسيدنا صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التعازي بمناسبة ذكر استشهاد سيد الكائنات خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المصطفى صلى الله عليه وآله ولعن الله قاتليه وأعدائه نجتمع هذه الليلة التي هي ليلة استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مستذكرين هذه الشخصية الفذة التي لم يرى لها مثيل إنها شخصية أعظم المصلحين محمدنا هذا أعظم المصلحين الذين أنجبتهم البشرية وما زالت آثار وتجليات حركته الإصلاحية مستمرة إلى يومنا هذا وستستمر إلى ما شاء الله في حين أن نجد النسائر الحركات الإصلاحية نادراً ما تستمر بعد رحيل قادتها وإذا ما استمرت كثيراً ما تظهر عيوبها مع مرور الزمن بما يطرأ من حوادثه من حوادث الزمن التي تكشف عن وجود خلل في ركائز تلك الحركة الإصلاحية أو في متبنياتها الحركة الإصلاحية المحمدية بما تحمله من مشروع حضاري متكامل للبشرية ما زادها طروق حوادث الزمان عليها إلا تجلياً وتألقاً وتأكيداً على كونها هي الحركة الصائبة بكل ركائزها ومتبنياتها شريطة أن يعلم ويدرك ما هو صحيح منها وثابت وما ليس بصحيح أو مزيف لو أردنا أن نعرف عظمة هذا المصلح أبا القاسم صلى الله عليه وآله وعظمة مشروعه الإصلاحي فلنا أن ننظر على سبيل المقارنة إلى غيره من المصلحين والمشاريع الأصلاحية أو الحركات الأصلاحية كلنا نعلم مثلاً أن النهضة التي تعيشها أوروبا مثلاً هكذا توصف هكذا تنعت هذه النهضة جاءت بفعل ما يسمى عصر التنوير والإصلاح الذي أعقب العصور الوسطى ما يصطلح عليه بالعصور الوسطى التي كانت موغلة في الوحشية والفساد والخرافة والبؤس عصور كانت مظلمة وبفعل قادة إصلاحيين قاموا بثورات على الوضع القائم تفجرت ما يمكن أن أن يعتبر نقطة الإصلاح والتنوير في هذا العالم الأوروبي مما كان يجري مثلاً في العصور الوسطى ومن أكثر الأمور التي كانت تشل النهضة وتجعل المجتمع قابعاً في الخرافة معطل الإرادة هو هذا الأمر المعلوم وهو سلطة البابوية أو الكنيسة على كل شؤون الحياة وسلطتها وسلطتها على النفوس بما يغيب العقل يجعل الفرد المؤمن بالكنيسة وسلطتها مغيب العقل منقاداً منساقاً كانقياد أو انسياق البهيمة أجلكم الله إلى سائسها أو راعها إحدى الأمور المعلومة التي كانت من المظاهر البائسة للعصور الوسطى ما هو معلوم ومعروف باسم سكوك الغفران حيث كانت الكنيسة تموّل نفسها بهذه السكوك وأدت إلى كل هذا البؤس أن الناس يذنبون ويأمنون العقاب الأخروي بدفع مبلغ من المال للبابا أو للكاهن أو للراهب أو للقس حتى يأخذ منه وصلاً أو سكاً يثبت أن هذا الذنب قد غفر له إلى ما أدت الكنيسة بهذا إلى أن يتشجع الناس على الفساد والمعاصي وأن يفعل الأفاعيل لأنهم يستطيعون الشراء الذنبي أو إسقاطه بشيء من المال وكانت هناك تسعيرات تسعر بها الذنوب والمقدار الذي ينبغي أن يدفع لكي يعفى أو يغفر لصاحب هذا الذنب عن ذنبه شيئاً فشيئاً يعني لاحظوا البؤس هنا لاحظوا القباحة لم تكتفي الكنيسة في العصور الوسطى بأن تتقاضى مالاً لكي تصدر سكاً يغفر ما سبق أرادوا المزيد من المال فقالوا بإمكان من يريد أن يذنب في المستقبل أن يدفع الآن مبلغاً وثم يذهب يذنب يرتكب الجريمة فيغفر له يعني تعال صك غفران مقدم تقدر تشتري مو فقط صك غفران مؤخر وهناك حادثة شهيرة أن أحد الذين أرادوا إحراج الكنيسة بهذا جاء إلى أحد أولئك القساوسة وقال له إني رجل عندي مال ومتمكن فهل أستطيع أن أشتري منك صكاً يغفر لي فيه لا ما سبق بل ما يستقبل أيضاً فإني أريد أن أقدم على شيء ما فقال له نعم هذا مسموح لكن التسعير شوية غالية تدفع هذا المبلغ أعطيك هذا الصك قال له زين دفع المبلغ وأعطاه صكاً فيه باسم المسيح عليه السلام أن فلاناً صاحب هذا الصك قد غفر له الذنب الذي سيفعله في المستقبل هذا القس كان قد جمع مالاً كثيراً بسبب صكوك الغفران التي باعها كان يتجول في بعض القرى ويبيع هذه الصكوك على المذنبين فهو فيما لديه في عربته كان هناك أموال كانت هناك أموال طائلة تحيّن هذا الشخص الفرصة في حال رجوع هذا القس إلى الكنيسة فأغار عليه في الطريق واستولى على كل ما لديه من مال فذهب هذا القس مع رجاله إلى الكنيسة وقال إن فلاناً سرق مني استدعت الكنيسة هذا الشخص ذهب إلى الكنيسة فأبرز لهم سكى الغفران وقال أنتم لا تطلبون مني شيئاً أنتم لا تطلبون مني شيئاً ولست مديناً لكم بشيء هذا الذنب الذي ارتكبته أنا مغفور لي سلفاً افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما يرويه أهل الخلاف في شأن أصحاب بدر سكى الغفران مقدم فبماذا تطلبوني؟ ليس لكم أن تلزموني بشيء أحرجت الكنيسة بذلك وأسقطت سكوك الغفران ذات الأثر أو المفعول المقدم أو المستقبل هذه لمحة وصورة فقط عما كان يجري في العصور الوسطى هذه ثار رجال من الشعوب الأوروبية ثاروا رافعين لواء الإصلاح على هذا الواقع المريض البائس وباسم النصرانية أيضاً فقامت الحركة الإصلاحية التي كان رائدها الأول شخص معروف لاهوتي بمعنى أنه من المتضلعين بالديانة النصرانية ألماني يقال له مارتين لوثر الذي أسس هذه الحركة الإصلاحية المصطلح عليها بالحركة البروتستانتية وهذه البلاد التي نحن فيها هي بروتستانتية في غالبها والكنيسة الرسمية كذلك هي على هذا المذهب هذا الشخص ثار وتعرض إلى مشاكل كثيرة وعانى من أمور كثيرة وكفر وأبعد ولوحق ولكنه صمد إلى أن بعث هذه الانبعاثة التي لا تزال باقية إلى يومنا هذا تبعه على مشروعه الإصلاحي هذا رجل خرج من بعده فرنسي وهو جون كالفن أيضا لاهوتي نصراني فرنسي له أثر عظيم في ترسيخ وتدعيم البروتستانتية فهذان الاثنان يعدان في الثقافة الأوروبية رائدي الإصلاح الذين ثارا على الكنيسة ببؤسها بخرافاتها بصكوك غفرانها بحماقاتها بتعطيلاتها لإرادة الشعوب بتخلفها وتقهقرها ودائما ما يوصف هذان وأنثالهما بأنهم لولاهم لما عاشت أوروبا هذه النهضة ولما تحررت من أسر العصور الوسطى بما فيها من بؤس وشقاء وظلام يقول القائل إنه لو لا مارتن لوثر ولولا جون كالفين لما بدأت النهضة في أوروبا لما بدأ عصر التنوير فهذان الاثنان لهما من المقام ما لهما في التاريخ والثقافة الأوروبية هناك فيلسوف معروف فولتير فيلسوف تنويري فرنسي هذا الرجل له كلمة صاعقة في لقاء جمعه برئيس وزراء النمسا قبل أن يصبح رئيس الوزراء في تلك الفترة رئيس الوزراء هذا هو سيندروف هذا الرجل له مذكرات أو مذكرات كتبها عن حياته وفي إحدى فصولها ذكر لقاءه بفولتير وفي هذه المذكرات نشرتها جريدة الطان الفرنسية وترجم شيء منها في بعض المطبوعات العربية ومنها ما نشرته مجلة المنار في مقالة بعنوان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم بقلم من يصطلح عليه أو يوصف بأمير البيان شكيب أرسلا فولتير يروي عنه يذكر عنه رئيس وزراء النمسا سيندروف أنه قال هذه الكلمة التي سأقولها لكم لما ذكر أمامه لوثر مارتين لوثر وجون كالفن رائدي الأصلاح في أوروبا لما ذكر هذا الاثنان لفولتير الفيلسوف الفرنسي المعروف قال هذه الكلمة قال كلاهما لا يصلح لا يصلح أن يكون حذاءً لمحمد يا لها من كلمة صاعقة انظر ماذا تعني هذه الكلمة فولتير يذكر له لوثر وكالفن على أساس أنهما أحدثا هذه الثورة الإصلاحية العظيمة في أوروبا ولهم ذلك الفضل والمجد فكأنه يقول لهم على هونكم على هونكم هذان الاثنان مع كل ما فعلاه لا يمكن أن يقارنا بذلك العظيم المصلح أعظم المصلحين إصلاحاتهما ليست بشيء أمام إصلاحات ذلك العظيم إنهما لا يصلحان أن يكون حذاءً لذلك المصلح العظيم لا قياس أصلا من هو هذا المصلح أعظم المصلحين إنه نبينا صلى الله عليه وآله هذا حق أيها الأخوة نحن المسلمون نمتلك ثروة لا يمتلكها أحد لدينا عظيم مصلح لم يحظ به أحد لو أردنا أن نقارن مثلا بين عظيمنا ومصلحنا هذا وبين عظيمهم ومصلحهم ذاك لوجدنا فوارق جم تنبئنا عن صدق مقالة فولتير أنه لم يكن مبالغا في هذا الكلام كان صادقا فيه مارتن لوثر إذا قرأنا تاريخه لا نقول إنه لم يثر على ممارسات خاضئة للكنيسة كسكوك الغفران مثلا وحاول القضاء عليها وكان له تأثيره ولا يزال له تأثير كل ذلك نقر به ولكن لما نقرأ سيرته بمجموعها نجد فيها شيئا من الخلل شيئا من المرض على سبيل المثال مارتن لوثر دعا في كتابه الذي هو بعنوان عن اليهود وأكاذيبهم هذا الكتاب جمع فيه ستين ألف مقالة ضد اليهود كان قد كتبها من ذي قبل جمعها كلها في هذا الكتاب دعا في هذا الكتاب مارتن لوثر معروف كان ضد اليهود دعا في كتابه هذا لإحراق المعابد اليهودية وتدمير منازل اليهود ومنع الحاخامات من الوعظ ومصادرة أملاك اليهود قاطبة ووصف اليهود بأنهم الديدان السامة التي يجب أن تعمل أو تضرد إلى الأبد وقال أنه من الخطأ عدم قتل اليهود حكم عليهم جميعا بالإعدام وقال خطأ أصلا يتركوا أحياء وكانت آخر خطبة لمارتن لوثر قبل وفاته بثلاثة أيام كانت هذه الخطبة قد دعا فيها إلى ضرورة الإسراع في طرد اليهود من ألمانيا الشعوب الأوروبية كثير منها تأثر بدعوة مارتن لوثر فقامت المقاطعات الألمانية بعض المقاطعات الألمانية التي اعتنقت المذهب اللوثري البروتستانتي قامت بحملة هجمت فيها على اليهود وطردتهم طردا جماعيا خلال عقد ألف وخمسمائة وثمانين وتطور هذا التأثر إلى سنة أو إلى عقد ألف وتسعمائة وأربعين حيث ظهر الحزب النازي على يد أدولف هتلر وتبنى العقيدة اللوثرية ودعوة مارتن لوثر ولذلك تجدون أن هتلر كان شديد العداء لليهود وقام بهذه المحرقة بهذا الهولوكوست وشتت اليهود وذبحهم وقتلهم كل ذلك تأثرا منه ومن حزبه بدعوة مارتن لوثر هذه من آثار تلك البذرة التي غرسها مارتن لوثر حملات إبادة جماعية وتطهير عرقي هذا على الرغم من أن مارتن لوثر تنبه جيدا لم يخض حربا مع اليهود ظلموه فيه لم يتآمروا مثلا على حياته لم يكن هناك اشتباك مسلح بين الطرفين خيانا مثلا من قبل اليهود حتى يحقد كل هذا الحقد عليهم إنما كان حقده عليهم حقدا عقديا إيمانيا ليس إلا إنه ينظر إليهم نظرة تلك الطائف المتورط بدم المسيح عليه السلام أنهم أحفاد أولئك الذين خانوا المسيح عليه السلام وسلموه للسلطة الرومانية فصلبته هكذا ينظر إليهم إذن الدافع هو دافع عدائي ديني بحت ليس هناك عامل سياسي أو عامل اجتماعي كأن يكون مارتن لوثر مثلا قد عقد حلفا مع اليهود في زمن ما فإذا بهم يخونونه ويتآمرون على حياته يريدون اغتياله مثلا فانفجر عليهم وعاداهم كل هذا العداء أكثر ما كان يعيبه على اليهود في الواقع لما يدعو ويقول إن علينا أن نتركهم إن علينا أن لا نتركهم أحياء من الخطأ عدم قتلهم يجب طردهم يجب طردهم يجب الاستلاء على ممتلكاتهم يجب هدم أو مصادرة معابدهم كل هذه الدعوات لما كان يدعو إليها كانت مبرراته في ذلك لا تعدو كون اليهود يتعاملون بالربا وأنهم يكثرون من الأكاذيب هذه كانت حجته حتى كتابه كما قلنا الذي جمع فيه مقالاته المعادية لهم سماه هكذا عن اليهود وأكاذيبهم وحتى كتاب هتلر بالمناسبة إذا طلعتم عليه اللي هو بعنوان كفاحي هذا الكتاب أيضا فصوله التي هي ضد اليهود من أكثر ما تركز علي أن اليهود يعني أناس يتعاملون بالربا ويتعاملون تعاملات مالية جشعة وأنهم قذرون وأنهم يعني في سوق المال وأنهم يعني يمتصون ثروات الشعوب ولذلك نحن يجب أن نقتلهم أو نستأصلهم هذا حال مات اللوثر في المقابل إذا قارناه بمصلحنا العظيم أبي القاسم صلى الله عليه وآله فنجد ماذا مع ملاحظة الفارق المهم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كما كان نبيا كان قائدا لحكومة كان صاحب حكومة ومن الطبيعي أن يلقي الشأن الحكومي أو السياسي بظلاله على مسيرة الإنسان المكلف بمهمة ما سياسية أو حكومية من الطبيعي أن تنشب حروب من الطبيعي أن تنشب بعض الاشتباكات وأن أن تكون لهذه جميعا دخالة في العداء أو في المعادات نبينا صلى الله عليه وآله كما يعلم القاصي والداني ما إن دخل المدينة المنورة حتى آمن كل من فيها وساوى بينهم في الحقوق والواجبات سواء كانوا من المسلمين أم من اليهود القاطنين في المدينة أم من الوثنيين المشركين وثيقة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما إن أعلن دولته في المدينة المنورة مسجلة بنودها في كتب التراث والتاريخ بشكل واضح وجلي لا أحد يظلم الآخر ولكل حريته في دينه وفي شعائره ما الذي جرى ما انتوالت الحروب من قريش على النبي صلى الله عليه وآله حتى غدر يهود المدينة برسول الله صلى الله عليه وآله تحالفوا مع الأحزاب وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله تآمروا حتى على حياته لما كلفوا امرأة بأن تدس السم له كل هذا معلوم إذن يفترض أن النبي صلى الله عليه وآله يكون معاديا لليهود كبشر لا لا لأمر طارئ لأنه قد تأذى منهم أراد اغتياله جرى بينه وبينهم حرب لأمر 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 وآله بإجلائهم من المدينة وبقتل مقاتليهم الذين أجرموا كنوع من القصاص أما لم يدعو أبدا إلى تطهير عرقي أو ديني أو طائفي من اليهود ما قال اليهود البريء علينا أن نستأصله لم ينظر إلى أفراد اليهود رغم كونهم ملوثين في عامتهم في ذلك الزمان لم ينظر إليهم تلك النظرة السوداوية بل على العكس رغم كل حروبهم التي شنوها عليه وخياناتهم للعهود والمواثيق التي كانت بينهم وبينه وتآمرهم على حياته وقتله قال تلك الكلمة العظيمة وقال ها أوصياؤه عليهم السلام من بعده إن جالسك يهودي فأحسن مجالسته أين هذا العظيم المصلح من أمثال مارتن لوثر وغيره أولئك أولئك الذين وصفوا بالإصلاح صاروا رهينة تصوراتهم الدينية وانطباعاتهم تجاه الآخر فجاروا عليه اليهود وإن تعاملوا بالربا وإن كانوا يكذبون مثلاً كما يدعي مارتن لوثر فهل يستدعي هذا أن نتوحش حتى ندعو إلى استئصالهم وتطهيرهم عرقياً بهذه الطريقة أنه يقول إنهم الديدان السامة التي يجب أن تعمل أو تطرد إلى الأبد ومن الخطأ عدم قتلهم ولا بد من طردهم وأدى ذلك إلى الهولوكوست المعروف مع غض النظر عن مدى صحة الأرقام المهولة التي يدعيها اليهود لكن حقيقة الهولوكوست بحد ذاتها أمر ثابت أن هناك نعم جماعات من اليهود أحرقوا أيام النازية كل هذا الإجرام لأي شيء لكلمات قالها من يعد مصلحاً في الثقافة الأوروبية مارتن لوثر لماذا لم يندفع نبينا مصلحنا نحن إلى مثل هذا كنوعاً من أنواع الانتقام مثلاً من هؤلاء لماذا لم يعمم الحكم إنه لم يعاقب اليهود جميعاً عاقب المتورطين ثلاث قبائل كانوا في المدينة المنورة تورطوا بنو قريضة بنو قينقاع بنو النظير هؤلاء تورطوا فأجلاهم من المدينة أما غيرهم من اليهود الذين كانوا يقطنون الجزيرة العربية كالذين كانوا يقطنون اليمن مثلاً أو فدك بالمناسبة أرض فدك التي أهديت للزهراء عليه الصلاة والسلام كان سكنتها من اليهود الذين صالحوا النبي صلى الله عليه وآله ولم يغدروا فلم يفعل لهم النبي صلى الله عليه وآله شيئاً لم يؤاخذهم بجريرة غيرهم هؤلاء أبرياء وأسلموا فيما بعد لما رأوه من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأخلاق أهل بيته من بعده لم يؤاخذ هؤلاء الأبرياء بجريرة بن النظير مثلاً الذين كانوا يسكنون المدينة أو بجريرة أهل خيبر مثلاً من اليهود وغيرهم ممن حاربوا الإسلام والمسلمين أو تآمروا أو خانوا أو غدروا كان نبينا صلى الله عليه وآله مسيطراً على انفعالاته النفسية أما هذا الرجل مارتن لوثر المعدود رائد الإصلاح الديني في أوروبا هذا الرجل لم يكن مسيطراً إذا قرأتم صفحات تاريخه تجدون أنه مثلاً في أواخر أيام حياته أصبح شديد الانفعال كثير الغضب شرساً في الكلام فضاً غليظاً كل ذلك جراء ما تعرض له إنه رجل خاض حروباً مع البابوية مع روما مع بعض السلطات مع بعض ذوي النفوذ وعانى أيضاً من انشقاقات داخلية في زملائه ومن رباهم كذلك فهذه أثرت على نفسيته مضافاً إلى تدهوره الصحي بسبب تقدمه في السن فأصبح في أواخر أيام حياته أصبح فضاً كثير الغضب والانفعال والشراسة وبلغ من سوء أخلاقه في أيامه الأخيرة أن واجهته زوجته كاترينا بذلك قائلة أصبحت فضاً للغاية يقول ما الذي حصل لك وبعدها توفي أما نبينا في المقابل مصلحنا صلى الله عليه وآله فهل تغيرت أخلاقه قط في أيامه الأخيرة أم ظل محافظاً على سمو أخلاقه على نبله على صبره وتحمله ظل محافظاً ظل محافظاً على انفعالاته كذلك مع أنه عانى من أضعاف 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 ما يمكن أن يكون قد عانى منه مارتل لوثر أضعاف أضعاف حروب متوالية عليه وعلى دعوته وعلى أتباعه غدر وخيانة حتى ممن هم حوله أصحابه أنفسهم تآمروا على حياته حال عودته من عقبة تبوك كما تعلمون أو من تبوك في العقبة أرادوا أن يغتالوا صلى الله عليه وآله جو من التآمر والخيانة حتى في بيته من قبل بعض أزواجه كعائشة وحفصة لعنة الله عليهم إهانات حتى في أواخر أيام حياته كما جرى في رزية الخميس من قبل عمر بن الخطاب وحزبه عليهم لعنة الله يهينونه هكذا ويقولون إن الرجل ليهجر ويتجاسرون عليه هل ساءت أخلاقه والعياذ بالله هل وجدناه ينادي بحملات التطهير هل جعل العامل الديني يفرض نفسه على مبدأ التعايش والمجاورة بالحسنة أو المساكنة بالحسنة كلا قرآنه الذي هو يتلوه ينبئه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود فهم من الوجهة الدينية أعداء كعدو ديني كما أن كل دين عدو لدين هدفه إبطال الدين الآخر مع أن قرآنه يقول هذا إلا أنه لم يدعو إلى ما دعا إليه مارتن لوثر مع أن اليهود في ذلك الزمان تورطوا في حروب معه إلا أنه لم يدعو إلى ما دعا إليه مارتن لوثر مع أن يهود ذلك الزمان تورطوا في محاولة اغتياله وسمه إلا أنه لم يدعو إلى ما دعا إليه مارتن لوثر فمن هنا تفهم أن فولتير لما يذكر له مارتن لوثر ومن اقتفى خطاه من بعده جون كالفن وغيره لما يقول لا يصلحان لأن يكون حذاء لمحمد صلى الله عليه وآله تدرك حينئذ صدق هذه الكلمة حين تقارن هاتي أي مصلح في الدنيا وقارنه بأب القاسم صلوات الله عليه وآله فتجد أنه لا قياس مطلقا وكأنك تقيس الثرى بالثرية نبينا هذا مصلحنا هذا كان من أعظم ما يميزه أنه لا يجور على أحد لا يأخذ بريئا بجريرة مذنب كما فعل غيره ممن سموا أو أطلق عليهم إصلاحيون ورواد الإصلاح حافظ على بشره وعلى هدوئه وعلى لينه وعلى رحمته ورأفته والقرآن الحكيم يصفه بهذا الوصف الجليل فبما رحمة من الله لنت لهم فما يميز هذا النبي صلى الله عليه وآله هو لينه الذي حافظ عليه على طول الخط والتزم به على طول الخط ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم مثل هذه السجايا سجية اللين والعفو والاستغفار والبعد عن سوء الأخلاق فضاضة القلب مثل هذه السجايا صعب أن يلتزم بها مصلح على طول الخط لماذا؟ لأنه يتعرض إلى نوائب تؤثر على مزاجه على نفسيته على أعصابه كما حصل مع مارتل أثر ساءت أخلاقه كثيرا حتى أن زوجته كانت تشتكي وتقول له أصبحت فضا للغاية نبينا ما ظهرت منه هذه الأمارات أو العلاء أم قط لهذا لا يمكن أن يقاس بأحد من أولئك المصلحين ولكن هنا أيها الإخوة علينا أن ننتبه إلى أمر مهم إن كون نبينا صلى الله عليه وآله لينا ليس بفض ليس بغليظ القلب ليس معناه أنه لم يكن صارما أو صلبا في مبدئه في المبدئ الذي يحمله أحيانا يفسر الناس الصرامة أو الصلابة في المبدئ يفسرونها على أنها فضاضة وغلظة أو عناد أو قسوة أو تطرف كما يقال فينا مثلا نحن نحرص ونجتهد في أن نتمسك دائما بمبادئنا وأن نكون صارمين فيها أن نكون على صلابة فيها لا نتزحزح عنها فيقال عنا إنا متطرفون يقول لك هؤلاء متطرفين هؤلاء لماذا نحن متطرفون لأننا مثلا لا نتسامح مع أبي بكر وعمر وعثمان لا نقبل بأن يمجد بهم أو يترضى عنهم ندعو دائما إلى ترك ولايتهم وإلى البراءة منهم وندفع الأمة لذلك وننشر فيها شعائر هذه البراءة كثيرا ما يترجم هذا الثبات على أنه فضاضة أو غلظة أو قسوة أو تطرف في حين أنه ليس هكذا هذه صرامة هذه صلابة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله من المعلوم للكافة أنه لم يكن فضا غليظ القلب لم يكن قاسيا على أحد من الأبرياء لكنه كان شديدا في أمر الله تعالى أي أنه كان صارما في مبادئه أهم ما انطلق به النبي صلى الله عليه وآله في رسالته الإصلاحية هو إسقاط عبادة الأوثان إسقاط الآلهة المزيفة والدعوة إلى التوحيد هذا الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يتسامح فيه مطلقا لم يكن يساوم عليه ولا يقبل أن يفاوض فيه مبدأ؟ مبدأ أنا هذا هدفي ما أتزحزح عنه هذه الصلابة التي رؤيت منه صلى الله عليه وآله ترجمها بعض الناس وَإِنْ أَكْذَبُوا أَنْفُسَهُمْ وَكَذَبُوا عَلَى الْآخَرِينَ تَرْجَمُوا عَلَى أَنَّهَا فَضَابَةً وَغِلْغَةً سِيْرَةً النَّبِيَ الْأَعْظَمَ صلى الله عليه وآله في ذكر وفد ثقيف وفد قبيلة ثقيف الذين جاءوا من الطائف في عام الوفود أي في العام التاسع من الهجرة بعد فتح مكة كما نعلم جاءت وفود العرب وتكاثرت في السنة التاسعة من الهجرة جاءت تفيد على النبي صلى الله عليه وآله معلنة إسلامها فكان كثير من أولئك الوفود يتفاوضون مع النبي صلى الله عليه وآله على أمور ويتفقون على أشياء النبي يكتب بينه وبينهم كتاب وفد ثقيف من تلك الوفود التي جاءت من الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تقول الرواية أنهم لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب لهم قبة في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا وكان خالد بن سعيد بن العاص رضوان الله تعالى عليه هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كتب كتابهم بيده وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا يعني يشوف جايينهما وعندهم ريبة من النبي صلى الله عليه وآله عندهم تخوفنا النبي ممكن يسممنا بطعامه هذا معناه أنهم ما عرفوا من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ظنوا أنه مثلهم يعني واحد ممكن يغدر والعياذ بالناس ممكن يسممهم يقتلهم يفعل الأفاعيل بهم كما هم يفعلون كما اعتادت العرب أن تفعل بعضها ببعض فمن شدة ارتيابهم ما يأكلون الطعام المقدم لهم إلا أن يأكل خالد أولا يطمئنون أنه خالد بن ساعد بن عاص يأكل يشوفون ما صار شيئهم ويأكلون المهم الآن ماذا كانت مطالبهم يقول وكان فيما سألوا يعني هؤلاء جاءوا على أساس أن يستطلعوا أمر النبي صلى الله عليه وآله هم ما زالوا الآن مشركين جاءوا أنه يستطلعوا عن أمر النبي يتفاوضون ويا على أشياء يقولوا خلاص ننزل على حكمك ونصير مسلمين لاحظوا أنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله نظرة المتغلب نظرة الملك الحاكم والإسلام عندهم هو مجرد نزول على حكم هذا الحاكم مو أكثر توقيع على وثيقة أنه أنا أصير من أتباعك بس بمعنى تبعية سلطة أو مواطنة هكذا كانوا يفهمون الإسلام آنذاك مع الأسف كثير منهم من تلك القبائل لم ينظروا إلى محمد صلى الله عليه وآله نظرة أنه نبي نبي كما سيتضح الآن فلذا لاحظوا أنه لما جاءوا إليه يعرضون علي أي شيء تقول الرواية وَكَانَ فِي مَا سَأَلُوا أَيَّدَعَ لَهُمُ الطَّاغِيَةِ وَهِي الْلَاتِ الْلَاتِ الصنم المعروف كان يسمى أيضاً الطاغية أو الطاغوت لأنه كان في بيت كبيت الله في مكة يعني بنوا له بناءً مكعبًا مثل الكعبة ووضعوا فيها اللات وكانوا يطوفون حولها ويذبحون لها ويتمسحون بها وكانت اللات لها شأن عظيم عند العرب وعند ثقيف وأهل الطائف بالذات فهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله كان فيما سألوه أن يدع لهم الطاغية وهي اللات ولا يهدمها ثلاث سنين قالوا وإحنا نقبل خلص وندخل في الإسلام ولكن أمهلنا ثلاث سنين لا نهدم فيها اللات تبقى كما هي فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله فأبى ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوا شهراً واحداً بعد مقدمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمى يعني قالوا في البداية ثلاث سنوات أمهلنا خلي تبقى اللات قال لا قالوا زين سنتين لا سنة واحدة لا نقصوا شهر شهر إلا نبقوا شهر واحد قال على الأقل شهر واحد بس إحنا نرجع إلى أهلنا نبقيها شهراً واحداً ثم تهدم أبداً ولا لحظة ما إن ترجعون إلى الطائف حتى تهدم اللات مبدأ لا تنازل عنه الآن هل نحن نفكر هكذا ونصنع هكذا سؤال اسألوا أنفسكم بسم الله الرحمن أخواني المشتغلون في حركة الإصلاح الديني في الوسط الشيع الداخلي مثلنا نحن على ما نحتسب أنفسنا عند الله يعانون من هذه المقالة من هذه الكلمة وهي كلمة أن علينا أن نتدرج شوي شوي يا واش يا واش يقول لك إش بيكم أنتوا جايين هالشكل عدل قبل هالشكل لا يصير أقدس مقدسات أهل الخلافة تريدون تهدموها لا يصير شوي شوي امشوا بالتدرج لطالما سمعتها هذه من أناس يعني أفاضل يقولون يا بأ انت جاي قبل على عائشة ما يصير انت ابدي أولا معاوية مثلا يزيد شوية شوية وبعدين لما تتهيأ الظروف اللي طبعا ما رح تتهيأ أبدا في مقاييسهم بعدين اتكلم على عائشة بعدين اتكلم على أبي بكر عمر لا هذه ليست منهجية رسول الله صلى الله عليه وآله يعني رسول الله ما كان يقدر أن يمشي معاهم شوية شوية مثل ما يقولون لاحظوا فرقوا بين مسألتين إخواني هناك مسألة تتعلق بالأحكام بفروع الدين ممكن أن يقع فيها تدرج كما يقال مثلا أن الخمر حرمت تدريجيا مع أن هذا القول مرفوض عندنا نحن نقول أن الخمر حرمت منذ البداية ما من نبي رواية عندنا عن إمتنا عليه السلام ما من نبي إلا وبعث بتحريم الخمر من البداية أما هذا التدرج الذي يلحظ في نزول الآيات الكريمات فهذا من باب تشديد وتغليظ الحرمة لا أنها كانت محللة فحرمت انتبهوا لكن على القول المشهور أو القول الشائع أن هناك أحكاما ومن بينها تحريم الخمر هذه جاءت تدريجية مراعاة لما ألفه الناس وما كانوا عليه في ثقافتهم وفي تقاليدهم وعاداتهم هذه يمكن التساهل فيها والتسامح معها لأنها مهما علت أو كبرت هي من الفروع من الأحكام عبادات معاملات أما الأصول الأسس هذه لا يمكن أن تتخذ سياسة التدرج أو التدريج في بيانها للناس أو في تأصيلها وترسيخها التوحيد أصل أصل الأصول لا يمكن التساهل هنا لا موقع لسياسة التدريج أو التدرج كذلك النبوة كذلك الإمامة البراءة أصل يدخل في كل الأصول البراءة أصل داخل في أصل التوحيد شلون توحد الله بأن تبرأ من كل معبود سواه سواه لا إله إلا الله البراءة أصل داخل في النبوة تتولى رسول الله صلى الله عليه وآله تعتقد بنبوته ورسالته وخاتميته فتبرأ من كل مدع للنبوة بعده كمسيلم مثلا البراءة أصل داخل في أصل الإمامة تتولى عليًا ولا إمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام فتبرأ من كل إمام مدع سواهم أو غيرهم وكل مطاع سواهم مطاع في الدين فتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وهل مجرّا فإذن لا يمكن التساهل في أصل البراءة إن منطق هؤلاء الذين دعونا منذ قبل إلى أن نتدرج ونصبر وشوية شوية وياواش يواش منطق هؤلاء هو منطق ثقيف لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم ماذا قالوا؟ انتبهوا قالوا أمهلنا ثلاث سنين سألوا أن يدع لهم الطاغية وهي اللات ولا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوا شهرًا واحدًا بعد مقدمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمى يعني لا يسمي لهم زمناً إطلاقًا مدة زمنية فترة ممنوع طيب لماذا يدعون إلى هذا؟ لماذا يعرضون هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وآله؟ ما ذريعتهم؟ يقول وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ فِي مَا يُظْهِرُونَ أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام يعني سبحان الله نفس منطق هذولا أهل الياواش يواش يقولون ما يصير هذولا متربين على ولاية أبي بكر وعمر وعثمان أنتوا اجداد سوون شوي شوي لا تروعوهم لا تفزعوهم صعب اقتلاع هذه الولاية والمحبة من قلوبهم لا تصدموهم هذا منطق ثقيف لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نفس الكلام قالت قالوا لرسول الله ترى أمهلنا إحنا شوية بس حتى نطوع أهلنا هذولا راح يساون علينا ثورة لما إحنا بس نرجع الروح على أقدس المقدسات نهدموا صعب تدري يعني شنو صعب يعني إذا فسرناها بأنفسنا إحنا عندنا مقدسات إحنا المسلمين الكعبة المعظمة مثلا مقدس هذا أمر المقدس تخيل أنه وفد من عدنا يطلع يروح إلى واحد مدعي نبوة أو أي أن كان يقول أنا ما أقبل منكم إلا ترجعون تهدمون الكعبة ماذا يصير بالعالم الإسلامي أي ثورة تقوم حينئذ ردت فعل عنيفة المفروض أن تقوم أو واحد مثلا يأتي راجعا وفودنا وقومنا يروحون إلى جهة ما يرجعون يقولون الآن صار قرار لازم إحنا نهدم حرم الإمام الحسين قبة الإمام الحسين عليه السلام مثلا شنو يصير بمشاعرنا ثقيف أهل الطائف كانت منزلة اللات في نفوسهم كمنزلة الكعبة في نفوس المسلمين الآن كمنزلة قبة الحسين عليه السلام في نفوس المسلمين الآن فأي ردة فعل عنيفة ممكن أن تنشأ فهؤلاء الوفد الذين جاءوا من ثقيف قالوا للنبي صلى الله عليه وآله أمهلنا خلينا نتدرجوا إياهم شوي شوي فليدخل الإسلام فليدخلوا في الإسلام خلي الإسلام أصلا يدخل إلى الطائف مظاهر إسلامية تصير شوي شوي نعودهم على الصلاة نعودهم على الزكاة نعودهم على الصيام على هذه الأمور حتى شوي شوي يذهب حب الله من قلوبهم فيمكن لنا حينئذ أن نهدمها النبي أبدا ما قبل ذلك لماذا أيها الأخوة لأنه تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يستبق اللات ثلاث سنين في هذه الثلاث سنين يمكن أن يموت أحد من ثقيف لا يزال معتقدا باللات أم لا ممكن راح يموت وين يروح إلى النار إذن النبي والعياذ بالله انقبل بذلك ارتكب جريمة نحن نعم نفس الشيء كيف تطلبون مننا أن نستبقي أبا بكر وعمر وعثمان نستبقي اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى شلون كيف نستبقيهم هؤلاء أصنام الجاهلية الثانية هؤلاء بسببهم أفواج ممن احتسبوا أنهم مسلمون يكتشف يوم القيامة أنهم كافرون ودخلوا إلى النار ماتوا على ميتة جاهلية تولوا أئمة ضلال منافقين كيف يمكن أن نتدرج شنو هو هذا المنطق نسوي لنا خطة خمسية أو إن شاء الله خمسينية حتى شوي شوي أو يا واش يا واش نجيبهم إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما هذه السفاهة والحماقة زين هذه الفترة خلال هالسنوات الناس اللي راح تموت ولم يطرق أسماعها قط صوت البراءة من أبي بكر وعمر هؤلاء الذنب يقع على من في إضلالهم وأنهم ماتوا ميتة جاهلية أليس علينا أن نحن الذين نزعم أننا نصلح وأننا دعاة الإصلاح أي عن أي تدرج تتكلمون سبحان الله أمور يفترض أن تكون بدهية أصلا لا يفقهونها مع أن لهم باعا في علم في علم من العلوم لكن سبحان الله هذه التي يفترض أن تكون بدهية ليست على البال كل يدعي أن علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله طيب هذه سيرة رسول الله وهذا منهجه وهذه سياسته وهذه طريقته في الدعوة لماذا لا تتمثلون كل هذا وتقتفون هذا الأثر الأصول لا مهادنة فيها لحظة ممنوع إمهال ممنوع مهما تعرض من حجج من ذرائع غير مقبولة خليني تدرج الناس ما تتحمل هذا نفس كلام ثقيف بالضبط النبي رفض ذلك تماما وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يبعث أبى سفيان بن حرب والمغيرة بن شعب فيهدماها كلف هذين وهما من المنافقين أيضا هذه أيضا من حكمة النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل علمه هذا هذا أمر يحتاج إلى تفصيل لكن كإشارة سريعة في قول الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ إِرْمِي الْمُنَافِقِينَ عَلَى كُفَّارَ فهو يوظف هذين أبو سفيان باعتباره شيخاً لقريش والمغيرة بن شعبة الثقفي باعتبار انتمائه لثقيف وهو أهل الطائف فيذهب هذان لكي يتولي هدم اللات تاريخ طبعاً أم يذكر أن أبا سفيان أحجم قال لا أنا ما أهدمها أنت روح المغيرة المغيرة راح وسوال فصل مسرحي لأن الكل كان يتوقع عنه إذا ضرب بالفأس أو بالمعول وأراد الهدم فسيصاب بصاعقة أو خسف أو شيء من هذا القبيل كل خرجت ثقيف عن بكرة أبيها كل أهل الطائف ذهبوا يستطلعون أنه ما الذي سيجري فهو راح وسوى فصل كوميدي يعني كما يقال أنه وكان متعمد لذلك قال لا أضحكنكم من ثقيف اليوم فراح ضرب أول ضربة بعدين سوى نفسه خر صريعاً وقام بعدين قام هلويس وشرد قالوا فقام هؤلاء يقولون إذن ظهرت كرامة اللات وأنها حق وبعدين رجع مرة أخرى ورجع هدمها كلها إلا أن سواها بالأرض النبي صلى الله عليه وآله أباه إلا يقذف بالمنافقين على الكفار قال لهم لا يروحون ذولة الاثنين يهدموها فوراً وقد كانوا ثقيف سألوه مع ترك الطاغية يعني اللات أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم يعني قالوا خلاص بعد أنت الآن تريد أن تهدم اللات اهدم اللات بعض الشيء نسود تبعث اثنين يهدموها خليه هدموها أما إحنا على الأقل تعفينا من الصلاة الآن لماذا كانوا يعتبرونها دناءه أنفة العرب وحميتهم يعني ثقيف هؤلاء أنفوا أن يجعلوا أنوفهم في التراب باعتبار أنهم في حال السجود سيطأطئون رؤوسهم بهذه الطريقة وستعلوهم مؤخراتهم هذا كانوا يقولون عيب عيب عندنا هذه دناءة فنحن أعفينا من الصلاة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم قال إحنا لا تكلفنا أنه إحنا نكسر الأوثان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه ممنوع الصلاة معمود الدين تلتزمون بها فقالوا يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناءة على حد تعبيره في رواية أخرى أنهم أسلموا بعد هذا فقال كنانة بن عبد يا ليل هذا كان أحد الأفراد الذين جاءوا مع وفدهم قال للنبي صلى الله عليه وآله هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا يعني صير بيننا وبينك اتفاق قال نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام قضيتكم وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم قالوا أفرأيت الزنا فإنا قوم نغترب فلا بد لنا منه إحنا ناس نسافر نغترب لا بد لنا من الزنا كيف نقضي شهوتنا قال هو عليكم حرام إن الله عز وجل يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قالوا أفرأيت الربا فإنها أموالنا كلها قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أيضا رفض ربا حرام ممنوع قالوا أفرأيت الخمر فإنها عصير أرضنا ولا بد لنا منها قال إن الله قد حرمها قال الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فارتفع القوم فخلى بعضهم ببعض يعني سحبوا شوية عن النبي شافوا كل مطالبهم مرفوضة باستثناء مطلب واحد وهو أن لا يكسروا اللات بأيديهم قال خلاص ما دام ما تريدون أنتم بأيديكم نعطي هذا الشرف لغيركم فخلى بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة لأن مكة قد فتحت قريش بجبروتها النبي صلى الله عليه وآله قهرها ونسفها نسفا بعد ثقيف والطائف شنو ما نقدر عليه فأسلموا خوفا أي لم يسلموا إيمانا انطلقوا نكاتبه على ما سألنا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا نعم لك ما سألت كتبوا هذه الشروط قالوا خلاص رجعوا إلى الطائف استقبلهم قومهم استقبل الوفد تقول الرواية فلما رأت ثقيف ما في وجوه القوم قال بعضهم لبعض رأوا آثار الوجوم والهيئة الحزينة على وجوه الوفد فقال أهل الطائف بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به فدخل الوفد فعمدوا إلى اللات فنزلوا عندها واللات بيت كان بين ظهري الطائف يستر ويهدى له يستر يعني يرمى عليه ستار قماش يلبس مثل الكعبة شوان يلبسوها هكذا ويهدى له كما يهدى لبيت الله الحرام فقال ناس من ثقيف حين نسل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها يعني الظاهر يريدون أن يجددوا عهدا باللات ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله وجاء كل رجل منهم خاصته من ثقيف فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به قولوا لنا على ماذا اتفقتم مع محمد صلى الله عليه وآله قالوا هنا التفت لما أقول لك أنه يمكن أن تترجم الصرامة الدينية الصلابة في المبدأ يمكن أن تترجم على أنها فضاظة أو غلظة تنتبه إلى هذا قالوا لهم أتينا رجلا فضا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء قد ظهر بالسيف وأداخ له العرب ودان له الناس فعرض علينا أمورا شدادا هدم اللات والعز شوفوا شلون وصفوا النبي صلى الله عليه وآله النبي الذي ما كان فضا غليظا لكن وصفوه لرفضه مطالبهم وصفوه بأنه فضا غليظ لأنه أصر على هدم المقدس الزائف قالوا عننا فضا غليظ قاسي متطرف حاشا كلا ليست هذه بفضاظة ولا هي بغلظة ولا هي بقسوة ولا هي بتطرف إنما هذه هي الصرامة في المبدأ تريدون من نبينا صلى الله عليه وآله أن يهادن في دين الله أن يداهن في دين الله هذا ما لا يكون وإن الذين يسيرون في درب الإصلاح اتباعا لأب القاسم صلى الله عليه وآله عليهم أن لا يهادنوا كذلك وأن لا يداهنوا ولا يصانعوا ولا يجاملوا في المبادئ في الثوابت هذا ما ينبغي أن يكون عليه الرافضة الأبرار ألا تأخذهم في الله لومة لائم يعرضون عليهم ألف عرض يرفضون أليسوا برافضة؟ يقولون لهم زين شوية شوية صبروا بالتدريج وهذه حكمة إياك أيها الرافضي أن تستمع لهذه الوسوسة الشيطانية إياك كن كالسيف القاطع في المبادئ في التعاملات حتى مع أعدى الأعداء كن معه مهذبا إذا كانت الحكمة تغتضي ذلك وكانت هناك قابلية لهدايته أو هداية من ورائه ممن يتأثر به النبي صلى الله عليه وآله كان مع هؤلاء وفد ثقيف كان ملتزما بأخلاقه النبيلة بحسن المعاشرة بكرم وأدب الطيافة لم يقس عليهم لم يهنهم ولكنه كان صارما لا يعني لا خلص الآن هؤلاء يذهبون يرجعون إلى قومهم ويقولون جئناكم أو أتيناكم من رجل فض غليظ التبعة عليهم وهم يعلمون أنهم في هذه الكلمة غير صادقين وقد اعترفوا بالأخير اعترفوا بأن النبي ليس بفض غليظ ولكن بسبب هذا التأرجح وهذا التزلزل وأنهم في الوقت الذي يريدون فيه أن لا يتعرضوا لعقاب من النبي أو لغزوة منه مثلا ألا يفعل بهم كما فعل بأهل مكة في هذا الوقت ذاته فلذلك يريدون الدخول في الإسلام هم في الوقت نفسه لا يريدون التخلي عن اللات وعن تقاليدهم وعن شعائرهم التعبدية وخرافاتهم التقصية التي ورثوها من آبائهم وأسلامهم فهناك نوع من التذبذب في نفوسهم لذا في البداية قالوا لقومهم أتينا رجلا فضا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء قد ظهر بالسيف وأداخله العرب ودان له الناس فعرض علينا أمورا شدادا هدم اللات والعزة وترك الأموال في الرباء إلا رؤوس أموالكم وحرم الخمر والزنى فقالت ثقيف والله لا نقبل هذا أبدا قال الوفد أصلحوا السلاحة وتهيأوا للقتال ورموا حصنكم ترميم فمكثت ثقيف بذلك يومين وثلاثة يريدون زعم القتال ما دمتم خلص لا تقبلون هذه الشروط من النبي صلى الله عليه وآله خلص هياوا للقتال ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فقالوا والله ما لنا به طاقة وقد أداخ العرب كلها فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه فلما رأى ذلك الوفد أنهم قد رعبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب قالوا خلص إذا نقبل قال الوفد فَإِنَّا قَدْ قَضَيْنَا وَأَعْطَيْنَاهُمَا أَحْبَبْنَا وَشَرَطْنَا مَا أَرَدْنَا وَوَجَدْنَاهُ أَتْقَ النَّاسِ وَأَوْفَاهُمْ وَأَرْحَمَهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ وَقَدْ بُورِكَ لَنَا وَلَكُمْ فِي مَسِيرِنَا إِلَيْهِ وَفِي مَا قَاضَيْنَاهُ عَلَيْهِ فَافْهَمُوا مَا فِي الْقَضِيَّةِ وَاقْبَلُوا عَافِيَةَ اللَّهِ اعترفوا أخيرا بأن هذا الرفض القاطع من النبي صلى الله عليه وآله لم يكن من قبيل الغلظة أو الفضاضة حاشاه وإنما هذه صرامة وأنهم ما وجدوا منه إلا كل تقوى وبر وصلة ورحمة وراثة فإذن علينا دائما كمصلحين أن نزاوج ما بين هذين السلوكين سلوك في التعاطي والمعاشرة نكون فيه ملتزمين بأقصى درجات اللين وسلوك آخر متعلق بتثبيت المبادئ ونسف المبادئ الهدامة ونكون في ذلك السلوك ملتزمين بأقصى درجات الصرامة والصلاة والشد والحد هاتان الخصلتان أو هذان السلوكان يصعب أن يتوفر في شخصية واحدة طبيعة الناس حتى المصلحون منهم إما أن تغلب عليهم الصرامة فتتعدى إلى حتى المعاملات الفردية مع الأفراد وإما وتتحول إلى قسوة أو إلى فضاضة وغلظة وإما أن يغلب عليهم اللين فيتعدى هذا اللين إلى حيث المبادئ ومنطقة المبادئ فتجده يقبل حتى أنه يستدعي شخصاً من أهل الخلاف مثلاً يجلس بجواره فيترضى عن عمر وأبي بكر علناً وهو لا يوقفه ولا يقاطعه ولا يفعل له شيئاً لأنه غلب عليه هذا اللين في التعامل مع الناس فيستجره أو يسحبه إلى اللين حتى في المبادئ ويبدأ يتكلم بلغة تميعية للمبادئ الدينية ويقول كلنا إخوة وديننا واحد ويتعدى هذا الأمر عند بعضهم حتى بالنسبة إلى الأديان الأخرى وأن يتكلم بمنطق أننا حتى والنصارى واليهود دين واحد كلنا نعبد إله إبراهيم معممون يقولون هذا الكلام معممون غير البالون لا يروح فكركم بعيد معممون آخرون في هذه البلاد التي نحن نعيش فيها في سياق يعني تعاطيهم مع رجال الكنائس والمعابد اليهودية والمؤتمرات الدينية التي يعني تجري يقولوني إحنا كلنا We all worship the God of Abraham كلنا نعبد إله إبراهيم فإحنا واحد يعني ماكو فروقات ماكو شيء كما قلنا إنها المزاوجة الصعبة بين السلوكين أبو القاسم صلى الله عليه وآله أعظم مصداق لهذه المزاوجة بتوازن دقيق هو على صعيد المعاملات الفردية شوف ذوله وفد ثقيف رغم دناءتهم رغم أصلا فكرهم المعواج رغم جاهليتهم جايين يطلبون من النبي والله شنو تعال أنت امهلنا ثلاث سنوات حتى يعني نستبقي عبادة اللات هذا منطق أصلا وانتم الدخلون الإسلام تقولون لا إله إلا الله يعني إذن لابد للات وغير للات كلها تنسف يعني شلون يصير تناقضها كذا تعال عفين من الصلاة لأنها دناء أي دناءة في الصلاة هذه دناءة في فكركم العبودية لله عز وجل عز في الحقيقة أن تسجد لله أنت هنا في عز عز الطاعة والعبودية لله جل وعلا تعال اعفينا من الزنا اعفينا من حرمة الزنا من حرمة الخمر شنو هذه رغم كل هذا إنه بشن عاملهم ضرب لهم قبة في ناحية من المسجد يؤتى إليهم بالطعام كرم الطيافة يعاملهم بأدب يعاملهم باحترام لكن لما يأتي دور المفاوضة على المبادئ صرامة كل طلب لكم مرفوض ممنوع هذه المعادلة يجب أن تكون حاضرة في نفوسنا وفي سلوكنا نحن الرافض في سلوك المعممين خصوصا يا أخي نحن لا ننهاك عن أن تبرأ أهل الخلاف وأن تقصط إليهم وأن تحسن إليهم حتى لو تريد صادقهم أم صادق زين هذه ظاهرة اجتماعية جيدة إذا نبينا صلى الله عليه وآله يقول إن جالسك يهودي فأحسن مجالسته فكيف إن جالسك بكري أحسن مجالسته شنو المانع لا ننهاك عن هذا أبدا لا ننهاكم أنتم أيها القائمون على العتبات المقدسة مثلا أن تستحضروا بعض رجال الدين من أهل الخلاف في مؤتمراتكم وفي فعالياتكم وفي احتفالاتكم وندواتكم ليمدحوا أهل البيت عليهم السلام أو يثنوا عليهم أو ينوهوا بفضلهم كل ذلك مقبول ولكن أن تستقدموهم لكي ينوهوا بفضل أبي بكر وعمر أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله فهذا ما لا نسمح به لماذا تفسرون هذا الجزء الثاني على أنه غلغة وفضاضة وقسوة وتطرف ليش هذا الجور وأنا مدرك تمام الإدراك أن المتابعين منهم لنا يعلمون تماما أننا لسنا بمتطرفين لكنه الحسد والتنافس غير الشريف الذي يستدعي منهم أن يطلقوا الاتهامات جزافا كما أطلقتها أو أطلقها وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم يجدون مننا هذه الصرامة وهذه الصلابة والشدة في المبادئ يقولون إذن أنتم متطرفون إنهم إما يكذبون على أنفسهم أو يكذبوا على الآخرين ما هذا هو سلوكنا ولا هذا هو منهجنا منهجنا وسلوكنا منهج وسلوك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بمقدار ما نستطيع نقرأ سيرته نستلهم من هذه السيرة الوضاءة نستفيد منها ونحاول تطبيق ما فعله النبي صلى الله عليه وآله بحداثيره هذا العظيم الذي نجتمع هذه الليلة حزنا عليه علينا أن نتذكر أمرا متعلق أيضا بهذه الحادثة لما جاءه وفد ثقيف وعرض عليه هذه الأمور فرفاض وإلى ما هنالك أخيرا أسلم قال قائل منهم ويدعى عبد الرحمن بن أبي عقيل قال إن طلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه من هذا الرجل فلما خرجنا ما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه انعكاس الانطباعات تماما قال فقال قائل منا يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال فلعل لصاحبكم يعني يقصد نفسه الشريفة فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان لأن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة دعوة مستجابة مئة بالمئة فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها كالملك مثلا ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها كنوح مثلا عليه السلام وإن الله أعطاني دعوة صحيح كلامك أنا نبي وأنا سيد الأنبياء وعندي دعوة مستجابة لكن أنا لن أسأل ملكا ولن أسأل أن يهلككم الله ويهلك العصاة أنا تعلمون ماذا سأسأل أي دعوة خبأتها أي دعوة مستجابة أعطانيها الله عز وجل فخبأتها ولمن هي هذه حتى تعرفون فضل نبينا هذا علينا قال وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي دَعْوَةً فَاخْتَبَأْتُهَا عِنْدَ رَبِّي ما هي؟ شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليك يا رسول الله ما نسيتنا الدعوة المستجابة ادخرتها لنا نحم حتى تدعو لنا وتشفع لنا يوم القيامة في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه رواية حزينة تذكر لنا اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله لما تمالك النبي صلى الله عليه وآله نفسه وذهب لكي يخطب في المسلمين وعاد مكروبا مغموما تقول الرواية أنه صلى الله عليه وآله دخل بيت أم سلمة وهو يقول رب سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب فقالت أم سلمة يا رسول الله ما لي أراك مغموما متغير اللون فقال نعيت إلي نفسي هذه الساعة فسلام لك في الدنيا فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمد أبدا آخر يوم فقالت أم سلمة وحزناه حزنا لا تدركه الندامة عليك يا محمدا ثم قال صلى الله عليه وآله ادع لي حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة تجيء آخر يوم فجاءت فاطمة عليها السلام وهي تقول نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء يا أبتاه ألا تكلمني كلمة فإني أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا وأرى عساكر الموت تغشاك شديدا فقال لها يا بنيا إني مفارقك فسلام عليك مني قالت يا أبتاه فأين الملتقى يوم القيامة قال عند الحساب قالت فإن لم ألقك عند الحساب قال عند الشفاعة لأمتي نعم إنها الدعوة التي اختبأها النبي صلى الله عليه وآله هذه التي تمسك بها حتى يشفع لنا نحن أمته صلى الله عليه وآله فلما سألته الزهراء عليها السلام أين ألقاك قال دوري علي وين أنا دا أشفع في مقام الشفاعة أنا هناك أشفع لهذه الأمة هذه الأمة التي لم تكافئ النبي صلى الله عليه وآله ولن تكافئه هذه الأمة التي لا تزال إلى اليوم متخلية عن هذا النبي هذه الأمة التي لا تزال إلى هذا اليوم تسيء لهذا النبي صلى الله عليه وآله أهكذا نجازي هذا المصلح العظيم أعظم المصلحين قالت فإن لم ألقك عند الحساب قال عند الشفاعة لأمتي قالت فإن لم ألقك عند الشفاعة لأمتك قال عند الصراط جبرئيل عن يميني وميكائيل عن يساري والملائكة من خلفي وقدامي ينادون كما أنادي رب سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب يا محمد بحق حبيبتك وقرة عينك فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لا تنسنا من شفاعتك يوم القيامة يا محمد اللحظم شكرا